ملابس نيقة سترغب في شرائها وولكوينغ هل سبق لك أن حلمت بالمشي أسرع من المعتاد وتكون قادرا على السفر بسرعة عالية أو الوصول لمعاد وأن تستخدم رجلك فهذا المنتج هو أفضل اختيار لكي تستفيد من كل هذه الفرص وأول شيء يجب أن تولي الاهتمام له هو التصميم المفتوح المذهل له وكل ما يجب عليك فعله عند استخدامه هو وضع رجلك بالداخل وعند إنشاء هذا الجهاز فكر المطورون في إنتاج منتج تكنولوجيا ولكن فوق كل هذا لم يكن مريحا وكانت النتيجة هي جهازا مزودا بعجلات سحب يساعد على المشي السريع ويمكنك السفر لمسافات طويلة بضغط زر واحدة ويمكنك شرائه بتسعون دولار حيث يستغرق تثبيت الجهاز بضعة ثوان فقط هانسل يمكننا التحدث لفترة طويلة عن فوائد حقائب الظهر ولفترة طويلة كان يعتقد بأن التصميم التقليدي لحقائب الظهر من المستحيل أن يتحسن أو يتطور وهنا ظهر مطور حقائب الظهر ليثبت العكس تماما فها هو هذا المنتج ليس من الصعب تخمين ميزته الأساسية وهو غطاء قابل للطي ولكن يجب عليك استخدامه في يوم منطر أو مشمس للغاية ويفتح في ثوان بسيطة وميزة أخرى وهي أن لا يجب عليك إزالة الحقيبة من على الظهر وميزة أخرى لهذا المنتج فهو مخفي في حقيبة الشخص ويمكنك إخراجها أو إدخالها بضغطة زر فقط وبجانب هذا كله تختفض حقيبة الظهر بوظيفتها الأولية وهي نقل وجمع الأشياء بها وتقدم شركة المصنعة موديلات مختلفة ومتنوعة يتراوح أسعارهم بين 55 إلى 169 دولار وجميع خامات الحقيبة وجهازها مصممين ضد الماء هذا المنتج هو تعاون بين شركة الملابس المشهورة نايك والنحة الأمريكية توم ساكس وهذا المنتج هو جزء من مجموعة منتجات مشتركة والتي تم إطلاقها من شركة نايك وتدعى نايك كرافت وكانت المظلات هي الإلهام لتصميم هذا المعطف وهنا نظر المصمم منتجة الصغير وكيفية استخدام هذه الآليات لصالح الناس العاديين وكانت النتيجة هي معطفا من أنسجة عالية المقاومة عندما كانت تعمل الشركة البرتغالية إيغواناي على مشروع أحذيتهم الجديدة فكروا في كم الحدود والعوائق التي تحيط بالإنسان المعاصر حرفيا نحن مخاطون بالجدار والأقسام وفي أغلب الأوقات نرتدي ملابسنا وأحذيتنا وأقدامنا هي التي تعاني من العرق والتعب داخل الأحذية الضيقة ونحب بأن نرتاد الشباشب دائما وهذا المنتج هو الجيل القادم للشباشب فهو يتيح للقدمين الهواء المطلوب ويحمونهم على الشكل الأفضل ويتمركز هذا المنتج على الكعب وإبهام القدم وعلى الرعم من ذلك فهو ثابت جدا في القدم ومن المستحيل إفلاته فهو مناسب لجميع المناسبات مثل الرياضة والمشي على الرمال والإسفلت والأحجار وستنعم بالراحة والأمان في كل مكان وتقدم الشركة نموذجين مختلفين يتراوح سعرهما من 60 إلى 85 دولار والفرق هنا في المواد الخام للمنتج ملابس ثريت سميث حان الوقت للحديث عن الملابس التي ستستفيد منها حتما فهذه الشركة الأسترالية تقدم قمصان وتيشورتات ذات خصائص مبهرة وهي صد المياه وأي سائل آخر وهذه القمصان ستجنبك بقاع الصلصة أو غيرها ولا تمتص الروائح وكان من الصعب جعل الملابس مقاومة للمياه مع الاحتفاظ بالقماش الناعم ومنعش ولكن الرجال هذه الشركة قاموا بالعمل كما يجب أن يكون وتقدم الشركة الآن عددا كبيرا من الموديلات ويتراوح السعر بين 50 و 400 دولار الأحذية الواقية بوش الأحوال الجويات السيئة غالبا ما تقف في طريق رغباتنا وهذا المنتج صالح لجميع مناع الحياة ومع ذلك فنحن نتحدث عن حالات المطر والثيوج والعوائق التي تمنعنا من ارتداء أجمل الأحذية وتم طرح المنتج في الأسواق بشكل أساسي للنساء اللواتي غالبا ما يضطرون إلى مغادرة بدون حذاء كعب ويمكننا القول بأن هذا المنتج يحمل أحذية الأخرى وهذا يعتمد على الشخص الذي يستخدمه وهو مصنوع من مادة اصطناعية متينة مقاومة للماء ومن الداخل يوجد جورب نايلون ناعم ومريح ونعل الحذاء مجهز للذاء أي حذاء سواء كان كعب عالي أو كعب رياضي طبيعي وأعلى الحذاء واسع جدا ليتسع لأكبر الأحذية ولا يأخذ مساحة كبيرة عند الاحتفاظ به وسعر هذا المنتج هو 120 دولار أروس القطعة القادمة من الملابس التي قمنا بعدادها هي مخصصة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الطرق وهي سترة من النوع الثقيل وبداخلها وسادة قابلة للنفخ فهذا يعني أنها سترة مع غطاء للنوم وعندما تستلقي برأسك على غطاء السترة تتضخم الوسادة وتجد الراحة لنقبتك ورأسك فيمكنك النوم بطريقة سهلة في المواصلات العامة وفي سيارتك وحتى على الأرض وإذا انتهيت منها قم بتفريغ الوسادة وتصبح قطعة ملابس أنيقة ويمكنك شراءها ب70 دولار ملابس بولار سيل إذا كنت تعيش في بلد بمناخ بارد فما سنقوله لاحقا لن يكون جديدا عليك في بعض الأوقات حتى مع وجود نظام للتدفئة فلا يمنعك هذا من الشعور بالبرودة ولحسن الحظ وجدت الشركة الصينية بولار سيلا مخرجا من هذا المأزق وتقدم ملابس تنسيك البرد للأبد مع نظام تدفئة مدرج وإذا تصفحت موقع الشركة الإلكتروني ستجد تشكيلة متنوعة من القمصان حتى السترات وبالطبع يختلف السعر من قطعة الوصف فيمكنك الحصول على القميس ب150 دولار وستكلفك الستر 660 دولار إنها ليست ملابسا اقتصادية أو رخيصة ولكنها تمدون بالدفء الكافي والراحة المطلوبة في حين يتجمد الآخرون وهو شيء يستحق العناء وتدعم الملابس ثلاث طرق للتدفئة وهم 40 و 45 و 50 درجة مئوية ويتكون نسيجها من خمس طبقات وطبقة التدفئة موجودة في المنتصف حتى لا تحرق جسدك وعملية التدفئة تبدأ في خلال 10 ثوان من خلال الضغط على الزر المخصص إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر